السمسم 1 كوب نطحن السمسم جيد وعدم الإفراط بالطحن من شان ما نطلع الزيت من السمسم قليل من الملح او اي نوع توابل انتو بترغبوا فيها فلفل اسمر زعتر ماء ساخن 7 معالق طعام او ربع كوب 50 جرام نحرك جيد نترك العجنة ترتاح ربع ساعة وهيك بعد ربع ساعة نضع ورق الزبدة وبنفرد العجنة طبعا بنخلي السمك يكون تقريبا واحد ملي يعني ما يكون سميكة كتير كل ما كانت رفيعة كل ما كانت هشة اكتر بنقسم متل ما احنا بنحبه متل ما احنا بنحب بنقسم ممكن نعمل مربعات ممكن نعمل رأس ممكن نعمل بالسكينة بكيفكم ممكن نعمل مسلسات هذا نعمله مسلسات يعني الموضوع سهل باي شي انتو ممكن تعملوه هيك احنا بنوضحها بالفرن بنشعل الفرن مسبقا على درجة حرارة 150 درجة ماوية لمدة 40 دقيقة تقريبا او حسب نوع الفرن بنوضع صنية بالرف الاوسط هيك اصبحت جاهزة نتركها حتى تبرد وهيك بعد ما بردت كتير هي روعة وهشة انتم ممكن توضعوا اي نوع توابل ترغبوا فيه وانا هجيت حفرجيكو كمان خيار تاني حفرجيكو نصف دقيقة مثل ما انتم شايفين هشة كتير هي كتير كتير هي هشة وروعة ممكن نوضع ملاح ممكن نوضع فلفل اصمر ممكن نوضع زعتر ممكن بدون اي شي هفرجيكو هلجيت ممكن نعمل اشياء تاني بنفس العجنة اي شي ممكن نوضع زعتر كيكاو السكر محلة بديل السكر قرفة اي شي انتم ممكن توضعوا نفس المقادير ونفس الشيء ولكن التوابل هي اختياري التوابل ممكن انتم تعملوا نصف الكمية ايضا اختياري هذا مثلا بالكيكاو وبالقرفة نفس المقادير فقط الاختلاف بالتوابل وبالحجم القطعة بحرارة الفرن وبالمدة حرارة الفرن لازم تكون 200 درجة مقوية تقريبا تاخد حدود ربع ساعة هي اصبحات جاهزة انتم عملوها بالنكهة لانتم بترغبو فيها حسب زوجكم في ناس بتحب القرفة في ناس بتحب الكيكاو في ناس ما بتحب القرفة في ناس بتحب الزعتر في امان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم اتمنى الاشتراك بالقناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة